بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أعزائي المتعلمين مع تجربة تأثير روح الملح على بيكربونات الصوديوم حتى نفهم هذه التجربة يجب أن نفهم ما هو روح الملح وما هو بيكربونات الصوديوم روح الملح أعزائي المتعلمين هو محلول قد نجد له عدة تسميات تسمية تجارية أو تسمية علمية على العموم في هذا المستوى نحتاج تقريبا هذا التسمية روح الملح أو حمض كلور الماء إذن يمكن أن نجده بإحدى هاتين التسميتين روح الملح أو حمض كلور الماء وباللغة الفرنسية أو حتى بالعامية يطلق عليه مصطلحة لسبريدسال أين نجد هذه المادة؟ نجدها عند بائع الخردوات نستعمله من أجل تسريح مجاري المياه إذا حدث انسداد أعزائي المتعلمين مثلا في مغسل الحمام أو مغسل المطبخ يستعمل روح الملح من أجل أن يزيل هذا الإنسداد وهذه هي فكرة هذه التجربة إذن قلنا نستعمل روح الملح ثم نستعمل بيكربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم في هذه الحالة عبارة عن مسحوق نجدها عند بائع المواد الغذائية العامة في أكياس صغيرة تستعمله أمك من أجل تسريع طهي الفاصولية إذن يمكنك أن تسأل أمك حول طريقة تسريع طهي الفاصولية تستعمل بيكربونات الصوديوم ثم ماء الجير كما يمكن أن نجده بمصطلح آخر وهو رائق الكلس رائق الكلس عزيزي المتعلم هو عبارة عن محلول هذا المحلول شفاف الشيء المميز في رائق الكلس أنه إذا تعرض إلى غاز ثناء أكسيد الكربون فإنه يتعكر إذن يتغير هذا اللون بحيث يصبح لونه تقريبا أبيض أو حتى رمادية عند وجود غاز ثناء أكسيد الكربون إذن تقريبا هذه أهم ثلاث عناصر في هذه التجربة إذن قلنا روح الملح أو حمض كلور الماء لدينا بيكربونات الصوديوم ولدينا رائق الكلس إذن لاحظ جيدا هذا التركيب نقوم بوضع رائق الكلس في هذه القمعة ونتحكم فيها انطلاقا من هذا الصنبور هذه القمعة داخل قارورة ونضع داخل هذه القارورة بيكربونات الصوديوم ونسد فوهتها بسدادة ثم نستعمل أمبوب هذا الأمبوب هو أمبوب فارغ من أجل توجيه أي غاز منبعث إلى رائق الكلس الآن عند فتح الصنبور وسقوط قطارات من محلول حمض كلور الماء أو من روح الملح على بيكربونات الصوديوم كما قلنا أنها بشكل مسحوق فيحدث فورانه إذن يتغير هذا المسحوق أول شيء يحدث فوران ويتشكل محلول إذن يتغير هذا المادة من مسحوق إلى مادة بشكل محلول هذا الفوران يتبعه تشكل قطارات من الماء إذن قطارات ماء أين تتشكل هذه القطارات؟ تتشكل على الجدار الداخلي لهذا القارورة ثم نجد أن ماء الجير أو رائق الكلس يتعكر إذن لاحظ جيدا يتغير من اللون الشفاف إلى هذا اللون المميز ويتعكر إذن بهذه الطريقة لاحظ جيدا عزيزي المتعلم كان لدينا مسحوق من بيكربونات الصوديوم فتحول ونتج أول شيء قلنا محلول إذن هذا أول ناتجة إذن تشكل محلول ثم تشكلت قطارات ماء ثم تعكر رائق الكلس كما قلنا سابقا في الوصف تعكر رائق الكلس دلالة على تعرض ماء الجير أو تعرض رائق الكلس إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون إذن بهذه الطريقة نستنتج أنه قد نتجت لدي ثلاث مواد في هذا التحول المادة الأولى هي عبارة عن محلول المادة الثانية عبارة عن ماء أو قطارات من الماء والمادة الثالثة عبارة عن غاز تنعي أكسيد الكربون وهذا المواد الناتجة مصدرها هو تحول سببه هو حمض كلور الماء وبكاربونات السوديوم إذن في رائق هل هو تحول فيزيائي أم تحول كيميائي انطلاقا من المقطع السابق أكيد أنه تحول كيميائي لأنه قد نتجت لدي مواد جديدة فأكتب هنا أن هذا التحول الحادث بين روح الملحة وبكاربونات السوديوم هو تحول كيميائي إذن انطلاقا من هذه الملاحظات استنتجت أنه تحول كيميائي تشكل محلول تشكلت قطارات ماء وتشكل غاز تنعي أكسيد الكربون وكل هذه المواد لم تكن موجودة مع مواد الحالة الابتدائية ألا وهي حمض كلور الماء وبكاربونات السوديوم الآن نتناول التحليل الكهربائي للماء بنفس الطريقة نشرح ما هو التحليل الكهربائي للماء وأهم عناصر هذه التجربة لاحظ جيدا هذا العبارة ترجمة نانسي قنقر